السلام عليكم ورحمة الله انا اكمل حل مالحق كتاب المعاصر كراسة بنك الاسئلة الصف الاول الثانوي الترمي التاني العام الدراسية عشرين اربعة وعشرين المتحان العاشرة هنا اجابتين من المفيد ان انت او اكثر افادة ان انت تقوم بعمل واجب بنفسك بتعتمد على نفسك يبقى الون بمفردك الاجابة لتر ايه وان يور اون بخاصتك او مفردك برضو يبقى الاجابة لتر بي يبقى بي وايه السؤال الثاني يبقى فيه عمر التسعة وستين يبقى الاجابة لتر ايه والاجابة لتر سي السؤال الثاني اه السؤال الاول في الاختيار الواحد اللي هو اجزء التاني من الاسئلة الموبايلات هي مفيدة في ايه اه خاصة في الحوادث يبقى في الطوار لجابة لتر سي السؤال الثاني اي سبيس انا اجيب علي ان انا اكتب لاخي لان ما كتبتولش بقى لفترة كبيرة يبقى كده ضي نصيحة نبع من احساس داخلي يبقى مصد الاجابة لتر بي وليست اتفرض السؤال الثالث انها ده بتقضي ساعات كتيرة في الدردشة مع اصدقاء الاجابة لتر بي السؤال الرابع ايه جاي بعضيها مضارع بسيط اللي هي ميكس ودي الحالة الصفرية اللي بتكالبها لحقيقة العالمية لو انت خلطت اللون الاصفر مع اللون الازرك هتحصل لون اخدر يبقى كده برضو مضارع بسيط وهتغط فعلا في المصدر يبقى جات الاجابة لتر ايه السؤال الخامس يجب ان يتم محاربتها بكل اعضاء المجتمع لانها يؤثر علينا جميعا يبقى بولينج التطور التنمر لجابة لتر ديم السؤال السادس هنا عايز يقول ان تم تدمير منارة الاسكندرية بسبب الزلزال في القرن الاربعتاشر الميلادي كده بتكلم في الماضي يبقى انا عايز ماضي دي مضارع ودي برضو مضارع ودي مضارع تام برضو يبقى كده وزده مش دي في المبنية للمجهول باقي ان شاء الله السؤال السابع افتر بيجي بعضيها ماضي تام اللي هو هاتزا تصريف ثالث ثم ماضي بسيط اللي هي وانت اللي جابة لترسيم بعد ما هو غادر المدرسة هو اشتغل في اه شركة او بعد ما هو خلص يعني الدراسة اشتغل في شركة الايجابة لترسيم الثالث الثامن اه لما انا سمعت من ايه مصادر ان الشركة في مأزك يبقى مصادر موسوكة ريليا بول ايجابة لترسيم الثالث التاسع احمد سيت ذات هيز بيس هز فرينز ازا بريفياس ويك كده دي تحويل من لاست ويك اللي هي كده في غير المباشر لما تكون الجملة في الماضي البسيط بحولها للماضي التام يبقى هادمة الايجابة لتر اي لما يكون جملة مضارع بخليها ماضي بسيط لما يكون ماضي بسيط بخليها يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط برضو هنا الماضي التام يفضل المدير لم يرد على الشكوى اللي انا عملتها لاجابة لتربيه وصل حداشر الكتاب اللي موجود على المكتب هو يخصني بويتش الغير العاقل اجابة لترسيم لان الكتاب غير عاقل بعد كده السؤال الاتناشر اا اميرة ووز اا اا زا دكتور زياسر داي شيز بي اس ال اميرة كانت موجودة عند الدكتور مبارح هي كانت مريضة كده استنتاج بالتأكيد في الماضي يبقى من المؤكد انها كانت مريضة يبقى ما استهاف بين السؤال التلاتاشر محمد صلاح اس فيري بيبيولار اس بي اس ليفر بول فاز محمد صلاح هو لاعب مشهور بالنسبة لمشجعي اا نادي ليفر بول يبقى كده هتاخد فيري بيبيولار ويز الاجابة لترسيم السؤال الاربعتاشر الشرطة بتبحث عن الفتاتين التي ايه اثناء المشج من المدرسة اا من المنزل اللي للمدرسة يبقى تم اختفاءهم يما ديسة بيورد الاجابة لترسيم بقى كده سلت الباسج سريعا السؤال الاول هيبقى دي والساني بي السالس سي الرابع بي الخامس سي السادس اي السابع السابع اي بعد كده الترجمة التركيز والعمل الصعب هي هارد ويرك العمل الجاد مش الصعب هما اهم اه جنود النجاح ترغبا كده وبدونهما سيكون تحقيق الاهداف مستحيلا تمام عشان كلمة صعبة هيبقى انشلها تركيز والعمل الجاد اهم اه عوامل النجاح وبدونهما اه سيكون من المستحيل تحقيق الاهداف تمام بعد التركيز والعمل الجاد بعد يعد يعد تركيز والعمل الصعب برضو الصعب اهم ارقام النجاح برضو ارقام والصعب غلط يعد التركيز والعمل الجاد هم عمال النجاح. لا برضو. يبقى هنا اه عوامل النجاح. طبعا لان عمال غلط. يبقى هنا لجابة لتربية ان شاء الله. هكذا ترجمة العربية الانجليزية. يجب ان نتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بحكمة. حتى نستفيد من منافعها ونتجنب اضرارها. يعني بدون حكمة. لا احنا عزيم بحكمة. يبقى ايه مستبعد. ويشوت ديل ويز مودرن تكنولوجيا وايز لي تو ميك شور. تو ميك اه يوز اوه اتس هارمس ان افويد اتس بنيفتس. يعني اضرارها. يعني انا بقول لك حتى نستخدم اضرارها او نستفيد من اضرارها. اه ونافعها. تمام? انا تجنب ما هي كلمة اتس اه هارمس يبقى بنيفتس اللي صح. نبقى هارمس كده غلط يبقى اضرارها دي غلط. يبقى بيه برضو غلط. نجلسي. ويشوت ديل مودرن تكنولوجيا وايز لي تو ميك يوز اف اتس بنيفتس اند افويد اتس هارمس. تمام? ويشوت بلاي بلاي يعني نلعب? انما نعايزين نتعامل ليديل يبقى دي مستبعدة ويبقى الايجابة لترسية. معي كده سلطة القصة. دي حلق سلطة القصة. اصل الاول. الثاني طويل. هو ده. وده التالت. ده. وده. 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 و气 لا اهتمام ، نفية تنهي. ترجمة نانسي قنقر